بسم الله أبو الأبن والروح القدس إلى الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التسنية إصحاح أربعة وصلنا أن موسى بيقول للشعب احفظوا وعملوا لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين الشعوب الذين يسمعون كل هذه الفرائد فيقولون هذا الشعب العظيم إنهما هو شعب حكيم وفطن لأنه أي شعب هو عظيم له آله قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه تعبير شعب عظيم ده أحبائي انطبق زمان على اليهود لأنهما حسبوا شعبا مختارا والاختيار كان مرتبط بثلاث حاجات بالإيمان اللي خدومنا ابونا إبراهيم وبحياة الصلاة يعني الالتصاق بالله وبالشريعة يعني معرفة إرادة الله تاني الاختيار كان مرتبط بالإيمان آمن إبراهيم فحسب له بر وحسب خليل الله فأختير ومنه صار شعب مؤمن طبعا الشعب ما عادش مؤمن وبالتالي الاختيار وقع منه بسبب هذا الإيمان كان في حياة صلاة عند المختارين يعني كان فيه التصاق يعني فيه عشرة عشان كده بيقول هو أي شعب إله قريب في كل أدعيته يبقى علاقة الدعوة يدعو وربنا يستجيب معناها دول شعبه مميز دول شعبه عظيم ليه ربنا سامع صلواته الحجة التالتة في موضوع عظمة هذا الشعب أن ليهم شريعة من الله أنه عارفين إرادة الله أن تمييز الخير والشر مش مرجعه بشر ولا دماغ إنسان لا ده ربنا اللي بيقول فبيقول هنا تاني أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كان رب إلهنا في كل أدعيتنا له يعني أنتوا شفتوا ربنا عظيم تبقوا أنتوا شعب عظيم ليه تدعوا ربنا يسمعه مش موسى يدعي والبحر يتشأ مش الشعب يمشي على أرضية البحر وكأنه بيتفسح مش الصخرة تطلع مية هو فيه إله بيعمل لأي شعب بالصلاة إلا إلهنا الحقيقي إبقى ده شعب عظيم لأنه ينتسب لإله عظيم ده معناه حبائي أن عظمة الكنيسة في الثلاث كلمات دول كنيستنا كشعب كنيسة عموما جسد المسيح شعبه مختار لأنه عنده إيمان عنده ثقة في الإله الحقيقي عنده تعامل حقيقي مع مصدر الصلاة ربنا والثقة دي بتولد صلاة فالقصة مش نظري مش فيه ربنا لا ده ربنا ده احنا بنحكي معايا بنكلمه بنطلبه بندخله في كل حاجة ومع الصلاة بيقول لنا امشوا كده ما تمشوش كده عارفين الصح وعارفين الغلط من هنا عظمة الكنيسة إذن الكنيسة يا حبائي لو راحت منها الإيمان أو الصلاة أو الإنجيل لخبطت أي شعب عظيم زي شعبنا اللي بيلمس ربنا في جسده دمه أي شعب عظيم يدخل الأداس يقابل صاحب السماء والأرض شخصيا يلتقي مع الله ويحط مشاكله قدام ربنا وربنا يتعهد شعبه يقول أنا مسؤول عنكم ده شعب عظيم اللي ربنا بنفسه يبقى مسؤول عنه طيب الشعوب التانية مين اللي مسؤول عنها؟ بشر أفكار بشر آلهة وسانية شوية حجارة لكن إلهنا الحقيقي لما يكون مسؤول عننا يبقى شعبنا عظيم أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعيتنا إليه وأي شعب هو عظيم له فرائد وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم يبقى هو بيشجع شعب ويقولهم أنتوا شعب عظيم مفيش في الدنيا كلها شعب زيكم ليه؟ أنتوا مسدقين في ربنا الحقيقي بتتكلموا معاه بيرد عليكم بيسمعكم وعارفين الشريعة منه هو شخصيا يبقى أنتوا مختلفين عن كل البشر الامتيازات الخاصة بالشعب القديم راحت راحت من اليهود لرفضوا الإيمان حتى صلواتهم أصبحت حرفية خالفوا الشريعة والقصد الإلهي لدرجة صلب المسيح طيب وبعدين الاختيار راح لمن؟ راح للمؤمنين الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله إذن ولاد ربنا اللي دخلوا بالإيمان والمعمودية فصاروا أعضاء في جسد المسيح لزقين فيه بالصلاة وسمعين صوته طول الوقت في الكنيسة والإنجيل دول شعب عظيم دول غير كل الشعوب دول فعلا أمة مقدسة شعب اقتناء زي تعبيرات العهد الجديد وحكاية تلزقوا فيه دي لسه في نفس الإصحاح مرة اللي فاتت قرناها لما بيقول أما أنتم الملتصقون بالرب إلهكم جميعكم أحياء اليوم يبقى اللي مش لازق في ربنا بالصلاة والإيمان والإنجيل بينفصل عنه فبيبقى ميت حتى لو لسه ماشي على رجليه بس ده ميت إنما احترز واحفظ نفسك جد ده موسى بيكلم الشعب بلغة الشخص الواحد يعني كأنه بيخاطب جمهور الشعب ده كله كأنه بيكلم رجل واحد لأن ربنا بتعامل مع شعب الكنيسة ككيان واحد احترز يعني اللي انت فيه العز اللي انت فيه ده ممكن يروح منك احتفظ واحفظ نفسك جد لألا تنسى الأمور التي أبصرت عينك مرة واحد بيقول لي أنا ما كنتش عارف إيمة الأداس والتناول عدت ستة شهور ما بتناولش لقيت حياتي تبهدلت خالص نكض على طول وغم وكآبة ويأس وشهوات وآخر لخبط وانتبعت إن أنا طب أنا كان عندي حاجة غالية جدا نزلت عنها هنا أحفظ نفسك جدا لألا يعني إيه الحاجات دي معرضة إنها تروح منك الإيمان ممكن يتهز طبعا الإنجيل لو ما دخلش دماغك بشكل دوري خلاص بعدت عن ربين الصلاة لو طفت ووقعت كل حياتك تلخبطت احترز واحفظ نفسك جدا لألا تنسى الأمور التي أبصرت عينك ولألا تزول من قلبك كل أيام حياتك يعني أنت شفت ربنا سطر عليك قد إيه وإدك بركات قد إيه وعمل معاك خير قد إيه لو نسيت الكلام ده هترجع تتزمر وتقول فان ربنا ما يمكن ربنا مش موجود وده اللي حصل مع اليهود بعد كل المعجزات اللي شافوها لما نسيوا أو تناسوا وابتدوا يبصوا بس قال إيه زه قانين من الأكل اللي نازل من السماء وليل عيشة في البرية والصحرة ونسيوا اللي عدوا عليه اعترضوا على ربنا ورفضوا ربنا تماما فينا بيحذرهم في آخر الرحلة آخر الأربعين سنة قبل ما يدخلوا كانعان انتو شفت ربنا عمل معاكو إيه وشفتو انتو عملتو معا إيه لما نسيتو لألا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك صدقوني كلنا شفنا بعنينا نعمة من ربنا استجابات من ربنا تدخلات إلهية بركات ولو لو لوحد بس رجع الشريط كويس وقعد يقلب هيلاقي ربنا كان شيل وشيل لألا تزول من قلبك لأنك لو قعدت تنسى وتركز بس في يومك وفلوسك وأكلك وشربك هتنس ولو نسيت انت بقيت واحد تاني زي إن نسيتك يا أرشاليم تنسى يميني تنسى يميني في واحد بينسى إيده ينسى إيده يعني ما عادش فيه صحة ما عادش فيه قوة بقى مشلول فالإنسان يتشل روحيا لما ينسى الحب الإلهي والإحسنات الإلهية والعشرة بربنا قوة الصلاة والصوم لو نسي ده كله يبقى عاجز أعلمها أولادك وأولاد أولادك هنا ده يعني توصية مهمة جدا ليه تصوروا معي الراجل اليهودي قعد مع عياله ومع أحفاده يقول لهم ربنا قال لنا اكرم أباك وأمك ربنا قال لنا لا تكن لك آلهة أخرى أمام ربنا قال لنا طول ما هو عمال يقول هو بيحصل إيه هو كمان بيفكر نفسه عشان كده في قعدة قالها الحكيم المروي يروى تصور واحد جنين عمال يرش الزرع هو ده ممكن يعترش ده الخرطوم المية في إيده أبسط حاجة ايه هيحطه في بقه ويشرب له بقه مية طيب إذن اللي بيروي الناس اللي بيفتح الإنجيل ويقرأ مع أولاده هو أول واحد بيشرب فأنا عشان يقول لهم حسبوا لا تنسوا قال لهم ايه أعودوا معيالكم وأحفادكم وحكم كل يوم علمها أولادك وأولاد أولادك يبقى واحدة من الأمور اللي تساعدني منساش أن أنا أحكي أحكي تاني خبرات ربنا في التاريخ الإنجيل وخبرات ربنا في حياتي أنا ذكريات عمل الله لأن ده يخليني دايما إيماني أقوى وبسلم إيمان لأولادي في اليوم الذي وقفته فيه أمام الرب إلهك في حريب حين قال لي الرب إجمع لي الشعب فأسمعهم كلامي كي يتعلموا أن يخافوني كل الأيام كلام ده تلاقوا في خروق تسعتاش لما عدوا البحر كان مشوارهم الأولاني لجبل الحريب وهناك يوم كبير يوم كبير في التاريخ حين قال أن يخافوني أن يخافوني كل الأيام من أو المنزل وإحنا دلوقتي المسيح جاء عش وسطينا بقينا نلمسه فإحنا بقينا في زمن أفضل جدا من زمن العهد الأديم وعلاقتنا بربنا علاقة أقوى كتير من زمن وقفتم في أسفل الجبل والجبل يضرم بالنار إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب الظلام والسحاب والضباب إشارة أن الله لا يمكن أن يضرق كله حكاية الضباب دي معناه في نور وفي نار وفي صوت لكن الله كإله غير محدود لا يمكن أن يجمع كله في العقل البشري أو بالعين الطبعي لا يضرق كله لأنه لو أضرك كله يبقى محدود ففكرة الضباب الإلهي دي كلموا عنها القدسين إشارة دايما لازم هيفضل في شيء من الغموض الآن أعرف بعض المعرف لكن حينئذ سأعرف الله كما عرفت هذه الحياة الأبدي أن يعرفوك فلما واحد يقول لسه في أمور غمضة عادي حبيب تتعرب من ربنا وتقول أنا فهمت كل حاجة كل حاجة هي هو درس كيميا ده ربنا مش ممكن تكون لميت كل حاجة في الضباب يؤكد وجود الله لكن كمان يبقى جزء من الغموض اللي هو رحلة بقى الأبدية كلها تقرب من النور ده وتفهم ربنا أكتر كلمكم لأن دول دول ميالين قوي لفكرة طب نعمل حاجة كده ونسجد لها يا حبيبي هو ربنا يوم ما ظهر ما تدرش يظهر بصورة عسان ما ترجع ستعمل أنت تمسال وتقول ده ربنا أنتوا سمعتوا الصوت وصوت واضح قوي لكن لم يظهر في صورة محددة طبعا النار وضباب وجبل بيرعد كما تدرش تحطوا بقى في حاجة محدودة كده أنتم سامعون صوت كلام ولكن لم تروا صورة بل صوتا وأخبركم بعهده الذي أمركم أن تعملوا به الكلمات العشر وكتبه على لوحي حجر طبعا كون ربنا يكتب بإيده دي إشارة إلى التجسد لأن ربنا سيأتي متجسدا يبقى لقيد حقيقية بشرية وكون كلمة ربنا تيجي على حجر إشارة للتحاد اللهوت بالنسوت في شخص المسيح لأن الحجر ده إشارة للنسوت طب والكلام اللي على الحجر ده إشارة لللهوت لكن أصبح لوحي الحجري ده فيه كلام ربنا ومازال هو حجر برضه عشان كان تلاحظوا أنه احتفظ بيه موسى جوه تابوت العهد لأن ده شيء مقدس جدا وأصبح ده أحد إشاراتهم من العدرة التابوت اللي جوها لوحي العهد زي العدرة بطن العدرة اللي شيله الله المتجسد في بطنه وإياي أمر ربنا دخل ربنا دخل فيها عشان يعرفوا يمشوا صح في كل حاجة لكن القواعد الكبيرة لا تقتل لا تزني لا تصرق لا تشهد على حد بالزور دي قواعد كبيرة زي في أي دستور تلاقوا فلسافة وضع القوانين القوانين التفصيلية مرتبطة بالقوانين الكبيرة اللي على لوحي العهد وإياي أمر رب في ذلك الوقت أن أعلمكم فرائد وأحكام لكي تعملوها في الأرض التي أنتم عبرون إليها لتمتلكها فاحتفظوا جدا لأنفسكم كلمة دي يا حبائي بتتكرر كتير في التسنية ومحنا محتاجينها قوي في الزمن يا ابني حافظ على نفسك يا ابني خليك ريب للإنجيل يا حبيبي افتح ودانك كويس راجع تاني زاكر تاني لأنه لو الكلام ده تنسى أنت أبديتك هتروح منك الناس دول نسيوا كلام ربنا بقوا زي الحيوانات بعد شوية وانتهوا من التاريخ طيب بعد ما ربنا يرقينا ويخلينا أولاد ربنا ويفتح لنا السماء ننسى الكلمتين اللي مخلينا أولاد ربنا ما احنا لو نسينا شريعة أولاد الله شريعة العهد الجديد يبقى احنا فقدنا البنو رغم ان احنا اتعمدنا وأمنا وبقى انا أولاد ربنا أولاد ربنا يعملوا اللي ربنا قال أولاد ربنا يبقوا شبه أبوهم طيب ايه اللي يخليك شبه أبوك كلامه قالك اعمل ده وما تعملش ده خليك زي أبوك يصرق شمسه على الأبرار والأشرار يبقى تقول كلمة حلوة للأبرار والأشرار تبارك ما تلعنش لأن ربنا يحب يبارك يبقى كل اللي قاله المسيح احنا مطبطين به عشان نحفظ النعمة اللي في حياتنا لو قصرنا وصايا المسيح النعمة اللي خدناها تروح مننا احتفظوا جدا لأنفسكم فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب في حريب من وسط النار بعدها تاني ليه تفسده وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوطا ربنا طبعا شايف عيوبهم من الأول وبصابقة المعارف أن دول يميلوا للوسانية فأول تنبيهه بيقرروا كتير قوي حزبوا من حكاية التصوير والتمثيل اللي تخليكوا تسيبوا ربنا الحقيقي وتعملوله شكل على مذاككم لأنهم عبدوا العجل الدهبي وعبدوا الشمس والنجوم وعبدوا الحشراء يعبدوا كل العبادات اللي كانت عند الشعوب الوسانية مع أن دول شعب مختار فطبعا فقدوا اختيارهم لما تشبهوا بالشعوب الأخرى لألا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوطا كلمة تفسدوا دي هي اللي استخدمها المسيح لما بيقول إيه أنتم ملح الأرض إذا فسد الملح بماذا يملح لا يصلح بعد لشيء ولا لمسبالة خلاص يبقى قيمتك طول ما أنت في حالة عدم فساد عدم فساد يجبها منين بالأسرار بالمعمودية والميرون والتوبة والتناول أنت في حالة عدم فساد الفساد دخل على العالم كله طلعوا المسيح بالتجسد والفدان إذن الروح القدس اللي بتاخده هو اللي بيخليك في عدم فساد طفيت الروح أحزنت الروح قومت الروح القدس ترجع للفساد فعمال يقول لهم حزبه تفسده زي بقيت الشعوب ساعتها ولا لمسبالة يعني ده حتى الزبال أخسار لأنه لا قيمة لأي إنسان مسيحي يفقد بنوته لله يفقد تشبه بالله يفقد أخلاقه المسيحي يفقد النعمة الروح القدس اللي فيه يفرق عن واحد ما خادش حاجة عايز بغرائزه وجسده خلاص هو نزل لمستوى اختاره لنفسه لألا تفسده وتعمل لأنفسكم تمثالا منحوطا صورة مثال ما شبه زكار أو أنسة شبه بهيمة ما مما على الأرض شبه طير ما دي كانت عبادات الفرعنة وعبادات شعوب وسانية وكل دا عد على اليهود يعني عبدوا بهايم وعبدوا حجرات وعبدوا طيور وعبدوا تمثيل طير ما دي جناح مما يطير في السماء شبه دبيب ما على الأرض يعني التعبين حتى كانت من الآلهة أحيانا عند الفرعنة شبه سمك ما مما في الماء من تحت الأرض ولألا ترفع عينيك للسماء وتنظر الشمس والأمر والنجوم كل جند السماء كانوا يسمون النجوم عساكر السماء فيعتبروا النجم الساطع ده جند السماء ده تعبير مشهور في العهد الذي قسمها الرب إلهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء فتختر وتسجد لها وتعبد دي كانت أكتر عند الشعوب الشرق أسيوية يعبدوا الشمس والنجوم ودخلت برضو على اليهود لما اختلطوا بالأموريين والحسيين والفرزيين والشعوب الكنعانية كان بعضهم بيعبدوا الشمس والنجوم قاموا عملوا كده ودي مذكورة في أرمية بالتفصيل لما أرمية كان بيبكي بحرقة وهو شايف يهود بيطلع على السطح يسجدوا للنجوم فكان هاي الجن تسيبوا الإله الحقيقي طب ده النجوم ده عملها عشان تنور لنا بالليل وعملها لكل الشعوب من محبته للبشر زي ما بيطلع الشمس بالنهار بيطلع النجوم بالليل كله من إيده نسيبه هو نعبد شمس ونجوم كل ده تحذيرات في التسنية لسه حياة موسى كان عايش لسه مامشيش بس تشايف كل ده يحصل لشعبه في عمال يحذرهم يقول لهم احتفظوا لأنفسكم جدا لأنه عارف لما ده بيدخل كل حاجة بتبوز كل جند السماء التي قسمها الرب إلهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء فتختر وتسجد لها وتعبدها وأنتم قد أخذكم من راب وأخرجكم من كور الحديد من مصر سمى العبودية اللي كانت في مصر قعدوا كتير في مصر ربعمائة سنة من وقت ما يعقوب دخل بعياله أجيال وراء أجيال غاية ما موسى تولد وبقى تمانين سنة كل ده حوالي ربعمائة سنة كور الحديد يعني زل ما بعده زل نسي الزل اللي ربنا أنقذهم منه والحرية اللي خدوها في كنعان والعز بيشربوا مية عجيبة وأكل عجيب وحراسة عجيبة كل ده بينسوا أخرجكم من كور الحديد من مصر كي تكونوا له شعب ميراس كما في هذا اليوم يعني ربنا عاوز يورسكم كشعب مختار أحلى حاكم أرض حلوة وطبعا كل ده في لغتنا احنا السماء بقى ربنا اخترنا من وسط البشر عشان يدينا الحياة الأبدي يدينا ملكوت السماء بس لازم نفضل مسكين فيه لازم يبقى فيه إيمان وصلة وإنجيل زي ما قال الإنجيل أخذكم الرب وأخرجكم من كور الحديد من مصر كي تكونوا له شعب ميراس كما في هذا اليوم وغضب الرب علي بسببكم وأقسم أني لا أعبر الأردن ولا أدخل الأرض الجيدة التي الرب إلهك يعطيك نصيبا يعني ربنا زعروا مني بسببكم ليه لأنه نرفستوني وطلعتوني بره شعوري وخطب فيكم وفي ربنا في لحظة نرفزة فاكرين لما ضرب بالصخرة مرتين وكسر الوصية بتاعت ربنا قال له روح كلم الصخرة بس بوز ده كله بالنرفزة بتاعته فربنا قال له لا أنت كده ما احترمتنيش قدام الناس لم تقدساني قال لموسى وهرون كده لو مش هتدخله لازم تعرفوا أنه دخول السماء عاوز قداس عشان كده القداسة التي بدونها لن يعين أحد الرب طب دي حاجة تخلينا يعني ايه مركزين قوي مش عاوزين نزعر ربنا مش عاوزين نغلط طبعا موسى دخل السماء بعد فداء المسيح أكيد لأنه صديق المسيح لكن ربنا بيكشف لنا أنه كل غلطة تستحق الهلاك ما كانش المسيحي يدفع تمن الخطايا ما فيش واحد مهما كان مستوى يستحق العبور للسماء غضب الرب علي بسببكم وأقسم لا أعبر الأردن ولا أدخل الأرض الجيدة التي الرب إليك يعطيك مصيبا فأموت أنا في هذه الأرض كان خلاص عارف أنه فاضل له أيام ويمشي لا أعبر الأردن أما أنتم فتعبرون وتمتلكون تلك الأرض الجيدة هنا موسى زي ما قلنا قبل كده عاوز بس يخوفهم أنه حتى نترفض بسبب أخطائي طب خدوا جد بقى مش اترفضت للأبد لا اترفضت بس من دخول كنعان عشان تعرفوا أن إلهنا قدوس ويحب القداسة أنتوا هتدخلوا طبعا هم مش أحسن من موسى لكن عاوز يقول لهم يلا الجيل الجديد هيدخل على كنعان وهيعبر بس لازم يحافظ على عهده ويحتفظ بوسيط ربنا احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم العلاقة بين الله والإنسان علاقة عهد لشان كده نقول تعهدنا بخلاص أنت وعدت خدنا السم طب إحنا وعدنا وعدنا نبقى أولادك ونعمل اللي أنت قلته طب إحنا قد كلامنا وربنا قد كلامه فاحترزوا لحسن نطلع بتوع كلام وما نعملش للحتة اللي علينا ما هو عهد اتفاق لو مسيكنا في ربنا خلاص هياخدنا السمد 100% لكن لو سبنا ادنا له ظهرنا عيشنا عيشة الدنيا عبدنا آلهة أخرى يبقى العهد إحنا اللي كسرنا مش هو اللي كسر احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إليكم الذي قطعه معكم وتصنعوا لأنفسكم تمثالا منحوطا صورة كل ما نهك عنه الرب إلهك لأن الرب إلهك هو نار آكلة ودي اللي استخدمها بولوس في نفس الإصحاح في عبراني 12 عشان يخوفنا يقول لنا ربنا إلهنا إله غيور غيور بمعنى يحب ولاده جدا يحب الحق جدا فبيقرأ الشر جدا فالنار بتاعته على قد ما تدفينا وتغرقنا في الحب الإلهي على قد ما تحرق الشر والأشرار إلهنا نار آكلة أنت هتتمتع بالنار الحب زي الثلاث فتية جوه أتون النار بقى المسيح يتمشى معهم ولا النار الأبادية المعدة لإبليس وملايكته أنت عاوز إيه إلهنا إله غيور غيور يعني يحب ولاده يحب الصح يحب القداسة والنقاوة يحبس الغلط يحبس الإلتواء يحب الساعة كده وساعة كده يحبس المغلطة إلهنا إله غيور حتى ساعته يستخدم زي رجل بيغير على مراته طيب ما هو عاوزها أحلى حاكم هي ملكه وهو ملكه لكن هي تروح تخونه طيب يبقى إزاي يبقى راجل غيور إذا ولدتم أولادا وأولاد أولاد وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم يعني الكلام ده مش لجيل واحد ده هتسلموه من جيل لجيل فلو جي بعد جيل ولتنين الفساد دخل والناس زاغت وصنعتم تمثالا منحوطا صورة شيء ما وفعلتم الشر في عيني الرب إليكم لإغاظته وشاهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون بصوا بقى الاتفاق يعني الاتفاق ده سريع على طول نهاردة هم هيدخلوا كانعان وراء يشوع بعدها بشوي يعني وبيعبدوا ربان طيب بعد يشوع وبعد أجيال يوم ما يعبدوا أوسانها يحصل الاتفاق بيقول كده يبادوا وبالتالي الشعب اليهودي تعرض للإبادة مرات ومرات لكل ما يمشوا في الوسانية زيهم زي بقية الشعوب الوسانية هي قمة الشر اللي ربنا يسكت عليه شوية ثم يأمر بإبادة هذا الشر طب ده يسر عليهم كمان يسر عليهم زيهم زي غيرهم لأن إلهنا إله عادل فالاتفاق هنا اليوم امتيازات خاصة بيهم يوم ما يؤمنوا ويصلوا ويمسكوا في ربنا وعهد ربنا يكسروا ده كله يبقى زيهم زي الأشرار اللي حسابهم عسير دين فيقول أنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوا يعني حتى لما تعبروا الأردن وتستقر هناك يفضل الاتفاق لأنه ده اللي حصل بعد ما ارتاحوا في كنعان وعبروا الأردن ابتدوا بقى إيه يقلدوا الوسانية ويختلطوا بالشعوب الوسانية رغم أن يشوع نظف الأرض خالص بأمر إليه رجعوا يدوروا على الغلط بنفسه لا تطيلون الأيام عليها يعني إيه الوعد بطولة الأيام مرتبط بالعهد زي الوعد بالأبدية في العهد الجديد مرتبط بالعهد مثلا يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه ده مين ده اللي بيتناول قاطعين عهدي على زبيح دول مرتبطين بالعهد الجديد والاتفاءات الجديدة طب يكسروا العهد يبقى راحة الأبدي تهلكون لا محالة ده في حالة الوسانية ويبدتكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليه يعني بعد ما بقيتوا شعب ضخم زي نجوم السماء كده ربنا يبدتكم ويبدتكم بحيث ترجعوا تبقوا قلة قليلة ضعيفة جدا يبدتكم الرب في الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليه وتصنعون هناك آلهة صنعة أيدي الناس ساعتها تعملوا زي الناس الأشرة من خشب وحجر مما لا يبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم ساعات الواحد يقول إيه ده غباء أنه واحد يعمل تمثال بإيده ويقول له أنت ربنا طبعا غباء صدقوني لا يقل غباء عن واحد يعمل فلوس ويعتبر الفلوس هي أهم حاك هل أنت عملها بإيدك بس كده ده شوية ورق هي دي تدي عمر تدي سعادة تدي صحة تدي إيدي تعبد شوية ورق في الآخر هو ده بالنسبة لك الوسن طبعا أنت عارف أنه لا بيأكل ولا بيشم ولا بيحس ولا بيفهم ولا أي حاكم فالغباء هو الغباء كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل لأنه عبادة الماديات عموما أو أمور هذه الحياة هي نوع من الغباء الإنساني وربنا يسوع استخدم الفلوس كإله بديل لما شرح وقال لا تقدروا أن تعبدوا الله والمال إذن الناس بتعبدوا الفلوس عبادة وعشان كده سمى الطمع عبادة أوثان من خشب وحجر مما لا يبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك يعني حتى لو زخته شوي ورجعت تصرخوا ومن كل قلبكم ونفسكم تتلمصوا الله ربنا طيب أوه رحمته واسعة جدا عشان كده أحلى حاجة في الطبع البشري هي التوبة إن الإنسان يعترف أنه غلط ويقول له سامحني ربنا يكسر الغفراء ربنا يحب يسامح طيب ما احنا نستغلها دي مهما كانت الخطايا فهنا بيقول إيه إذا التمسته تجده تتلمص الله يعني ترجع له وتطلب الرحم من كل قلبك ونفسك عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام ترجع للرب إليك كأن موسى بعين النبوة شايف كل الـ 1500 سنة اللي جاي بعديه من عنده لغاية المسيح شايف إن هذا الشعب مع أولادهم وأجيالهم هيعبدوا أوسان يقوم ربنا يديق عليهم ويشد عليهم جامد قوي بعضهم هيرجع يصرخ ويتوب يقوم ربنا يفكها شوية يرجع ويعبدوا أوسان تاني يديق عليهم تاني ويشد عليهم قلة قليلة تعود للعقل والحكمة بالتوبة ويصرخوا ربنا يفكا عنهم وبعدين مش ما فيش فايدة مصردين يصدقوا ويفهموا إنه التضييق الإلهي ده الضغط اللي جاي من ربنا ده عشان الناس ترجعوا ده كل التاريخ بيقول نفس القعدة كل اللي بيحصل في العالم من ضيقات غرضوا الناس ترجع على ربنا والناس مش عاوزة تتصدق كده مش عاوزة تفسر ما يحدث بالطريقة دي ليه؟ عشان ما يتوبوش عشان ما يرجعوش عشان يكملوا في الشر عشان يعني يعني يتهموا ربنا بالقس يبقى الإنسان قاسي ومفتري ودهس على حق ربنا وظالم نفسه وظالم ربنا معاه ويوم ما يحصل حاجة على غير هواه يبقى ربنا اللي وحش انت أساساً لغي ربنا يوم ما تقول فيه ربنا تقول عليه وحش هو كان فيه ربنا من حياتك والنهاردة يوم ما بتقول فيه ربنا بس ربنا ظلمني انت عملت غالط هو ربنا واعترف انك انت متجهل وكسر كل اللي اردته وان التأديب اللي جيدة رحمة بيك عشان يبقى عندك فرصة تقول سامحني يا رب وتلحق أبديتك عندما ضيق عليك واصبت كل هذه الأمور في آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله لأن الرب إلهك إله رحيم يعني زي ما هو غيور حقاني قوي وبيزعل قوي من الشر بس هو طيب قوي ورحيم قوي زي هامس بنقول صفات متعرضة لا لا هو ربنا هو ربنا عهد قديم عهد جديد إلى آخر الظهور وربنا ما بيتغيرش بيحب الناس جدا وهو اللي خلقهم وهو اللي فداهم وبيعتني بيهم بس بيكره الشر والإنسان بقردته لما يعند مع ربنا إله غيور إله عادل يحب العدل طيب خد من ربنا رحمته بقى ارجع له وقول له سمحني واعدلني واويني وارجع جريعا الرب إلهك إله رحيم لا يتركك ولا يهلكك مش إرادته الهلاك يعني إيه إرادة ربنا خلاص الناس إذن الهلاك إرادة مين الشيطان والناس مع بعض لما ناس تهلك ساعات يتسئل سؤال ربنا ليه بيهلك الناس استنى بقى هي دي مزاجه إرادته ولا مش إرادته الإنجيل بيوضح بكل صفحاته إن إرادة الله حياة الناس مش هلاك الناس ما هو لو كان عاوز يهلكم كان خلقهم الأول ليه جئت لتكون لكم حياة ليكون لكم أفضل طب ده كلف المسيح صليبه وتعبه إبقى إرادة الله صالحة مرضية وكاملة يريد أن الجميع بدون استثناد يخلصون إذن لما يهلك الناس ما ينفعش أحطاه بقى عند ربنا ويقول له إنت أهلكت الناس إنت إله ظالم تحب تشوف الناس بتهلك دي مغلطات يا جماعة زي واحد مثلا في مثل الإبن الضال اللي أسبعته لو الإبن الضال ده ركب دماغه وقال أبويا زلني خلاني مش طايل أكل الخنازير ده كلام تبقى عامل كل ده في نفسك وبعدين تقول ما أبويا سبني سبك ما أنت اللي سبته أنت بتضحك على روحك هو ربنا من كتر احترام ولقرادة الإنسان يلام على جهود الإنسان وقسوته وشره وبعدين أنت لما بترجع له بتلاقيه كل حاجة تصلح إذن إلهنا رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد أبائك يعني بصو الإنسان ينسى ربنا ما ينساش الإنسان ينسى فضل ربنا ربنا ما ينساش حتى كل محاولة بتعمل كوباية المية لما تقدمها عشان ربنا ما ينسى لك طيب وإنت ده أنت بتنسى إيه مش عرى راسك كل الخير اللي عمله ربنا والغفرانات بتنساه وترجع ساعات تتزمر إنما ربنا ما بينساش اللي قاله ما بينسهوش وكل صلوة من قلب حار عند ربنا كبير قوي وبيسمعها كويس لا ينسى إلهك عهد أبائك الذي أقسم لهم عليه يعني ربنا قال كلمة ما بغيرها استمشوا معايا خدكم معايا السماء إلزقوا فيه هصلح كل حاجة مسؤول عنكم هو قد كلامه فاسأل عن الأيام الأولى تعبير جميل قوي وزين نحفظه اسأل عن الأيام الأولى احنا ليه بندرس عهد قديم ممكن واحد يقول ما تخلينا في المسيح والعهد الجديد وخلاص وهو ربنا مش هو هو اسأل عن الأيام الأولى مش الشعب ده كانوا بني قدمين زينا ورجبوا دمخهم ومشوا غلط ونتجتها وحشة طب ما نرجع ندرس ونفكر ونقول طب ما تدور علينا دلوقتي إذن سؤلنا عن الأيام الأولى من أول التكوين من أول رحلة البشرية لتاريخ الكنيسة هي كلها دروس ولينا هذه الأمور كتبت لإنظارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور إذن اسأل عن الأيام الأولى فالتأمل في تاريخ الإنسانية من خلال الكتب المقدس وكتب الكنيسة يخلي الواحد حكيم لأنه الدرس هو هو بصور مختلفة لكن هي الحقائق سبت اسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض تقدر تقول ربنا تغير خلص ما بيتغير تقدر تقول ربنا تغلط في أي قرار صدقني لا يمكن من ساعة ما خلق الإنسان والاتفاءات هي الاتفاءات من ساعة الوصية اللي راحت لآدم ما هي شبهها الوصية اللي جاي لنا واللي عدت على الشعب اليهودي واللي ماشي مع الوصية ماشي كويس واللي كسر الوصية وركب دماغه دفعت تم من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض ومن أقصاء السماء إلى أقصاء هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره يعني إيه يا شعب موسى بيكلم الناس في آخر أيامه يا شعب الله هو حصل أبدا في التاريخ زي اللي حصل معاكم يعني أنتو تميزتم عن كل الشعوب وعن كل الأجيال اللي قابلكم أنتو شفتوا الجبل فيه نار سمعتوا صوت ربنا بودانكم شفتوا عمود نار شفتوا البحر واقف صور فاللي حصل معاكم ما حصلش مع غيركم فالمفروض تبقوا أفضل من كتن وأحسن ناس هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار يعني أنتو كشعب سمعتوا صوت ربنا من وسط النار مفروض ده ما كانش يتلغي أبدا ويتنس كما سمعت أنت وعاش كان عندهم اعتقاد دائما اللي يسمع صوت ربنا أو يشوف نور ربنا لازم يموت هم ما سامعوا وشافوا هم ما توس طب مش دي تخليهم يختشوا أو هل شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسه شعبا من وسط شعبا بتجارب وآيات وعجايب وحرب ويد شديدة وزراع رفيعة ومخاوف عظيمة يعني ده أنتو ليكو خبرات مع ربنا تخلكو في كام معركة مع أماليق ودول شعب أكبر منكو بكتير وكتو بتغلبوا تخلوا على الأموريين سيحون وعوجون وتغلبوا تعد عليكو أيام صعبة قوي في الصحراء وتطلعوا زي الفل ما حصلش حاجة ففيه خبرات وفيه تجارب وفيه عجايب وفيه آيات وفيه حروب وفيه شدايد وكل ده بيقول أن ربنا راعي صالح وما بيسبش ولهته وقد كلامه فكشعب ملناش عذر الحقيقة الواحد فينا شاف من ربنا حاجات حلوة كتيرة طب هنقول إيه بقى طب ده اللي ما شافوش كل اللي إحنا شفناه بيجروا على ربنا جاري يد شديدة وزراعة رفيعة ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إليكم في مصر أمام عيونكم الكبار منهم كانوا حضروا الضربات الضربات دي كانت تدل على أن إلهنا قوي جدا ضرب الناس ضد شعبه ضربات شديدة جدا وقعد كل آلهة الفرعنة كانوا يعبدوا النيل النيل بأحمر يعبدوا الجراد الجراد كانت ضرب عليهم يعبدوا مش عارفوا البهايم البهايم تتضرب بضربة يعبدوا البرد ولا الأمطاء كل ده نزل على شكل ضربات ليه كأنه بيضرب كل آلهة الفرعنة وكل ده حضروا الشعب اللي كان ماشي وراء موسى في الأول واغلبهم ماتوا في البري إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله يعني ربنا أثبت لك وفرجك أنه هو الإله الحقيقي ليس آخر سواء من السماء أسمعك صوته لينذرك وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار يعني شفت ربنا فعجيبه سمعت صوته كتير فإحنا ملناش عذر صدقوني إحنا عندنا أزمة إن إحنا نسمع وننسى كتير ربنا يرحمنا كلنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبا ناخد آية واحدة تقول اسأل عن الأيام الأولى اسأل عن الأيام الأولى تفضل ونصال اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك تكون مشيتك كما في السماء خبزانا كفافنا أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم